لأن الناس في أذهانهم أن الصدقة الجارية والحبس ليس كل أحد يقدر عليها لأن في ذهنهم يعمل صدقة جارية ويعمل حبس ما لا يكون عندها مليون يبني به مسجد وهذا هو المتباذل الآن في أذهان الناس على خلاف زي ما قلنا النظر في حاجة المسلمين شنه اللي يحتاجون إليها اللي يحتاجوا إلى مسجد ولا يحتاجون إلى مصدر للسقية والماء زي ما هو الحال عندها المياه كلها ملوثة أو المياه مالحة والناس يتكلفون وفيهم ما لا يقضي على ذلك ليشب الماء الصحي النظيف والنقي فهذا باب عظيم من أبواب يعني الوقف لمن أراد أن يعمل وقف ليس بالضرورة يقول الوقف أن يبني مسجد الوقف مثلا في سبيل الله ليعمل بئر ماها نقي وصالحة ولا معمل للتكرير ويوزع الماء بالمجان يعمل وقف هذا أفضل من بناء مسجد في الوقت الحضر من يعمل وقف مثلا ويبني مركز صحي فيه وتقدم فيه انضباط يعالج الأمراض المزمعة الفقراء لا يقضي عن يعالجه أنفسهم مثل أمراض القلب والقسطرة وأمراض الكلا غسل الكلا وأمراض التلوث والجراتيم وأمراض السرطانات وكذا هذه لو في كل منطقة بدل ما يبني مسجد بمليون يعمل مركز صحي ويعمل له وقف يعني عمارة كبيرة فيها دخل كبير ويختار الناس المتخصصين الأكفياء لهم عندهم قدرة ويكون فيه ضبط وربط لأنه يعطيهم مال فما يخدمون زي ما يخدمون في المستوصفات ويتهربون من مقابلة المرضى والفقراء وضعاف الحال ولا يعالجون إلا من يعرفونهم بالوصايت وإلا من عنده مال كثير يحيلونه للمصحاتهم واحد يعمل مركز صحي فيه أي مرفق مش لازم كل مراقب في مكان واحد واحد يعمل لعلاج الكلا واحد يعمل لعلاج الكابد واحد يعمل لعلاج القلب واحد يعمل لكذا وتكثر هذه فهذه تخفف عن الناس وتقدم لهم خدمة عظيمة أو يعمل طريقة لتخفيض أسعار أسعار الدواء الغالية الآن على الناس لأنه لا يقدمون عليها فيترك الدواء وتعرض للأمراض فيعمل نسبة يدفع من الوقف لكل من هو محتاجه مستوى ضعيف ودخل محدود في الصيدلية يعطى كأنه تأمين يخفف عنه من عبى الدواء وهكذا مجالات اللي يحتاج الناس الآن الناس محتاج إلى الطرق بناء الطرق وبناء الجسور في الأماكن المكتدة أنت الآن عندما تخش إلى المدينة في مشوار توقف أحيانا ثلاث أربع ساعات في الإزدحمات هذا ضرر كبير يضيع وقات الناس ويضيع مصايحهم لو أحد في هذه المنطقة المكتدة يعمل لهم طريق جسر وليعمل كذاك ينفس ويخفف عنهم هذه الإزدحمات فهذا أجره في هذا الوقت أعظم من بناء مسجد هكذا ينبغي أن يكون هكذا علمنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم